سلام يا رب انكم باعتم صحة وعافية بما انكم انتم اللي صوتوا وقلتوني يبغى الموضوع يكون فيلم اكثر التعليقات او اللايكات كانت على الشخص هذا وانا قاعد احضر الفيلم جت في بالي فكرة قلت ليش ما انتم تشاركوني في الفيلم هذا ايش الفائدة اذا انا كوني يوميا اقضع وعطيكم درس او اعطيكم فيلم واشرح لكم وتروحون وما سوينا شيء اين الواجب اين التطبيق اللي هو اهم حاجة للطالب الفكرة كالاتي انا راح اشرح جزئية من الفيلم ثم انتم راح تطبقوا لها المطلوب منكم ترسلوها على الواتساب على الواتساب لابد تكون فيديو ولابد يكون الفيديو مصور بالعرض رجاء ان حاول تكون في مكان هادي لا تصور عندك ازعاج بزران ومن يعارف هناك يصارخ اي حامد اي مدروس شو ولي شاركنا وينما كنت في العالم صدقني هذا الشيء دعم معنوي ودعم كبير بالنسبة لي انا وصدقني راح افرح لك انا قبل ما انت تفرح في نفسك وهكذا نمارس دعونا نساعد بعض وعشان نقوي لغتنا للأفضل اسم الفيلم Coming to America طبعا انا قاعد اكتبه الان قاعد احضر فالجزء الثاني من الفيديو هذا ايش راح يكون راح يكون مشاركاتكم زائد شرح بقية الفيلم ايش راح يكون مشاركاتكم زائد ايش بقية الفيلم اي فيديو ما يجي بالعرض يجيني بالطول كذا راح اصبح نفسي ما شفته ناخذ اسبوع كامل انتظركم الين الجميع يشارك الجميع يشوف الفيديوهات او الجميع يشوف الحلقة هذه عشان يعرف انه عندنا ممارسة عشان ما نخلص ونجد نرفع الدرس الجديد يقول يا الله وين انا ما كنت ادري وين كنت انتم والله اذا كنت بنت حاول تصورين حاجة حلوة مزهرية كاسة الشمعة اي حاجة وانت تتكلمين وتقولين مشاركتك ارفع الصوت حب ذلك نركب مايك يا شبب نركب مايك مايك السماعات حق الجوال عادي جدا مرة كويس اهم شي عشان اللي يشوفنا يقدر ايش يسمع خلونا نوري العالم ان احنا طلاب لغة ايجليزية وقاعدين نتعب عشان نوصل للقن زي ما سمعنا كلنا قال واضح؟ انا اعلم ان اتعبوا مايك لأنك انت تعبوا مايك ولكن احبب ان اعلم مايك لا تحرمونا من مشاركاتكم تأكدوا انها تعنيني الكثير جدا وانا كمدرس احب اشوف مصلحة الطالب يهمني جدا ان اشوفك قاعد تتطور وقاعد تدأس صدقني لو ما مارست مافي اي فائدة من اللغة قاعدت اتعلمها ليش فتعالوا المارس معنا اقول عليكم من قلبي اني انا حب انتم نفر نفر واحد واحد السلام عليكم